القاهرة ينظم علينا سيد أحمد عطى الباحث بمنتدى شرق الأوسط سيد أحمد ما مدى قانونية هذا الاتفاق في ضوء بأن مجلس النواب الليبي رفضه ولم يوافق عليه بداية ليس هناك أي نوع من القانونية أو الصيغة القانونية التي يمكن لأنقرة وحكومة الوفاق أن توقع مثل هذه الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية هي بمثابة عصف منفرد تحرك من خلالها السنائي في تركيا وحكومة الوفاق لأهداف تتعلق كما جاء في المذكرة الأولى تقسيم الحدود البحرية وهو ما رفضته اليونان واعتبرته تجاهل للجديرة اليونانية الوقاعة بين تركيا وليبيا هذا من ناحية من ناحية أخرى كان هناك تحرك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين في محاولة لتوجيه عقوبات اقتصادية لأنقرة نتيجة التنقيب قبلة الساحل الكبرسي وتهديد المنطقة الاقتصادية الساحلية التي تضم اليونان والكبرس والتحالفات التي أبرمتها كبرس واليونان مع عدد من دول الشرق المتوسط ينظر بإشعال الحرب في هذه المنطقة هذا من ناحية من ناحية أخرى قبل سلاسة أسابيع كان هناك اجتماع للجنة الاسترشادية العليا القطرية التركية في وجود وزير داخلية حكومة الوفاق وهذا الاجتماع لأول مرة يتم استدعاء وزير داخلية حكومة الوفاق فهذا الاجتماع وتم الاتفاق على كافة البنود وتوقيت الإعلان الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق أمس الأربعان معنى هذا أن تركيا تريد أن تتحرك في مسارين المسار الأول هو الاستمرار في عملية التنقيب رغم تحرك وزراء خارجية الاتحاد الوفاق في توجيه عقوبات لأنقرة وهذا اعتبرته التركية هذا التحرك غير معنى بالنسبة لها في هذا التوقيت ولكن صرار دائم من قبل أنقرة للتنقيب قبلة الساحل إلى ذلك أيضا هناك خارق سيد أحمد لقوانين دولية وقلالات دولية من ضمنها عملية التسليح في ليبيا هنا تركيا من هذه الخطوة البعض يرى بأنها تريد غطاء لاستمرار تسليحها للجماعات المسلحة في ليبيا ما رأيك بالفعل يا سيدتي أتفق معك كما جاء في تغريدة مستشار الرئيس التركي فخر الدين ألتون بأنه يعزز وجود غطاء قانوني لأن تركيا خلال عام 2019 منذ بداية هذا العام دعني أفند لكي الشحنات الأسلحة التي قامت بها تركيا ونقلتها من ميناء بلغاريا على سفن إيرانية اتجاه مصراطة وتسلمها وزير دخلية حكومة الفواق أمام مرأة ومسمع من العالم كيف تفسر ذلك التدخلات التركية في ليبيا وتموليها للميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا بات أمرا مكشوفا وواضحا لجميع القواء الدولية لماذا هذا السكوت وكيف يمكن التصدي لهذه السياسات التركية في ليبيا لابد أن ينتبه العالم والمجتمع الدولي أن هناك أطماع اقتصادية لا تعني دعم حكومة الوفاق بقدر السيطرة وهيمنة من قبل أنكرة التي تتحرك من خلال اتفاقية الدفاع مشترك وتريد من خلالها أنكرة أن تنقل عناصر داعش تحت غطاء قانوني من خلال هذه الاتفاقية التي تجهلت القانون الدولي ونقل عناصر داعش وهي عناصر شديدة الخطورة وكتالية وإضافة السبغة القانونية والسبغة التشريعية من خلال أنها جزء من حكومة الوفاق تريد أن تنقل ما حصلت عليه أنكرة من عناصر داعش في شمال وشرق سوريا وتنقلهم تحت غطاء قانوني معزز باتفاقية الدفاع مشترك فهذا ينظر بإشعال الحرب في شرق المتوسط وهذا أعتقد أن المجتمع الدولي في حالة التزامه للصمت سوف يكون شريكا في مقامة بيت أنكرة بتوقيع هذه المذكرتين سواء كانت مذكرة تقسيم الحدود لليبيا أو مذكرة الدفاع المشترك التي تبغي من خلالها أنكرة نقل عناصر داعش وأجاد سبغة قانونية أشكرك سيد أحضر خاصة أن أنكرة شكرا جزيلا لك وضحت فكرتك أحمد عطا الباحث بمنتدى الشرق الأوسط شكرا